موسيقى خلال الاحتفال بذكرى عيد الشرطة الرئيس السيسي يشيد بتضحيات رجال الشرطة والقوات المسلحة في مواجهة الإرهاب موسيقى رئيس مجلس الوزراء يفتتح فعاليات الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتال موسيقى مع تواصل الحصار على خان يونس استشهاد العشرات في استهداف الاحتلال الإسرائيلي مركزا للإيواء يؤوي عشرات الآلاف من النازحين السادسة مساء بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت جرينيتش نشر إخبارية تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن تضحيات الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة الباسلة في مواجهة الإرهاب تأخذ مكانها الطبيعي على حائط الشرف وخلال كلمته في احتفالية الذكرى الثانية والسبعين لعيد الشرطة أضاف الرئيس السيسي أن الذكرى تأتي في وقت محوري تواجه فيه المنطقة تحديات غير مسبوقة وتواجه فيه مصر واقعا إقليميا خطيرا نحتفل اليوم الذكرى الثانية والسبعين لعيد الشرطة ذلك اليوم الجليل الذي وقف فيه أبطال من الشرطة المصرية الباسلة يضافع عن قرامة عزة بلادهم في الإسماعيلية عام 1952 ويقدم حياتهم سمنا غاليا من أجل كبرياء مصر الوطني إدراكا منهم أن حماية أمن البلاد والمواطنين غاية عليا لا تسمو فوقها غاية إنما قدمه هؤلاء الأبطال لبلادهم في ذلك اليوم منذ 72 عاما تحول لطاقة تحدي تسري في قلب هذا الوطن بتعيد إليه شبابه وتقربه من يوم استقلاله وكما كانت تضحيات أبناء الشرطة في الإسماعيلية محركا لدوافع الكرامة الوطنية فإن تضحيات الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة ومن جميع أبناء الشعب المصري في مواجهة الإرهاب خلال الأعوام الأخيرة تأخذ مكانها المستحق على حائط الشرف شرف الوطن وبطولاته فيها تضحيات نقدرها ونقلها ونتحمل جميعا مسؤولية كبرى وأن نقابل كرم الشهداء بكرم تضحياتهم بتضحية وأن نحقق حلمهم بمصر عزيزة وكريمة إلى واقع وحقيقة لأبنائنا وأحفادنا جيلا بعد جيل شدد الرئيس سيسي على ثقة في أن مصر ستبقى قوية بصمود وتضحيات أبنائها وقدر الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة لهيئة الشرطة مشيرا إلى دورها المحوري في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد إن تعقيد الظروف الدولية والإقليمية فرض علينا في مصر تحديات اقتصادية كبيرة لم نكن لنصمد أمامها إلا بما حققته إرادة شعب مصر العظيم التي شيدت خلال السنوات القليلة الماضية أساسا متينا يعيننا بإذن الله على عبور التحديات الراهدة ودعوني أقول لكم بكل الصدق إن الله قد أراد لهذا الجيل في بصر إن الله قد أراد لهذا الجيل في مصر أن يحمل البلد على كتفيه وأن يعبر به جبالا من الصعاب والمخاطر وأنني أثق أن هذه المهمة المقدسة التي تقع مسؤوليتها علينا جميعا ستبقى شرفا يذكره التاريخ لكل من تحمل في سبيل هذا الوطن وانتصر له أثق أن مصر ستبقى بإذن الله قوية بسمود وتضحيات أبنائها وسباقهم الذمن لتحقيق أحلامهم وإيمانهم بحقهم وحق بلادهم في مستقبل أفضل تتحقق فيه المكانة التي تستحقها الأمة المصرية بين الأمم وختاما وإذ أجدد التهنئة الخالصة لهيئة الشرطة في يوم عيدها وأشيد بدورها البطولي في حماية المواطنين والحفاظ على أمنهم وأكد أن الدولة بكل طاقاتها وإمكاناتها تعمل على تحقيق الأمن بمفهومه الشامل أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن المنطقة والعالم حالياً في وضع مضطرف مشيراً إلى أن مصر تواجه تحديات على حدودها الغربية والشرقية والجنوبية وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يقدر حجم المعاناة والضغوط الاقتصادية التي تواجه المصريين يمكن الفيلم اللي كان بيتعرض من شوية عن أحداث 25 يناير اتكلم عن صعبات وجهتها الدولة أثناء الأحداث الصعبة اللي مرت وعملية اقتحم السجون والناس اللي هربت وكده لكن ما تنسوش أنه كمان كان من ضمن الحاجات اللي اتعاملت هي محاولة تقليب الرأي العام على الدولة تقليب الرأي العام على الدولة أو بشكل بسيط أو للناس كلها اللي بتسمعني يعني يبقى إحنا وإنتم يبقى إحنا وإنتم يعني إحنا وإنتم يبقى الشعب في مكان في منطقة والحكومة في مكان تاني الشعب في مكان والداخلية أو وزارة الداخلية في مكان وبالتالي تقليب الرأي العام يعني يقوم بدور سلبي يحفز يدفع يسيء للأجهزة والدولة هذا الرأي العام حتى يقوم الرأي العام باللي أم بيه في 2011 واللي حصل للشرطة مش فقط عملية اقتحام السجون والهروب والناس اللي هربت لا لا دا قعد احنا عدنا اكتر من سنتين ثلاثة نرمم العلاقة دية العلاقة بين الشعب وبين الدولة وبين وزارة الداخلية وده ما كانش أمر يسير ولا سهل يعني نحتاج برامج نحتاج دعم ونحتاج صبر من أنا بقولي الكلام ده ده الوقت دي بقولي الكلام ده لأن احنا لازم دايما نكون دايما صف واحد مكان واحد كتلة واحدة اي تحدي واي صعوبات تعدي علينا لو احنا مع بعض وممكن تعمل مشكلة كبيرة جدا في بلدنا زي اللي احنا شفناها ديت في 25 نينار لو احنا بقينا احنا وانتو ما فيش احنا وانتو احنا واحد كلنا احنا واحد كلنا شدد الرئيس السيسي على أنه سيتم اطلاق حوار اعمق فيما يخص الجانب الاقتصادي واضف الرئيس ان الازمة الحالية لها حلول تعتمد على تعاون الجميع حكومة وشعبا الدول بتمشي بالسياسات وبالقوانين وبالعمل اذا الازمة اللي احنا فيها ديت ليه احلول؟ اكيد بس تصدقوني احلولها كلها بتعتمد علينا احنا علينا كلنا هلوكو على حال كنا بنجيب باربعة ومص مليار دولار سيارات في السنة بجيب باثنين مليار وشوية دولار موبايل انا بقولي الكلام ده وفي الاخر انت بتروح للبنوك او للبنك المركزي وتقول انا عايز افتح عشان اجيب ده واجيب ده واجيب ده احنا بنتكلم في دولة دلوقتي بقت مية وستة مليون بالمناسبة مية وستة مليون واطلوب ان احنا تبقى متوفر لها كل شيء ف طب الكلام الذي انا بقوله ده بقوله دلوقتي ليه بقوله اولا عشان اسجل احترامي للمصريين والله انا بحلب بالله بحلب بالله وتقديري لهم وانا بقل فيها للمواطن الغلبان والبسيط قبل اي حد تاني بسجل احترامي وتقديري للمواطن الغلبان والبسيط قبل اي حد تاني في الظروف الان احنا بشين فيها 되 أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن مصر ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق حتى ينال حقوقه المشروع وأضاف الرئيس السيسي أن معبر رفح مفتوح على مدار اليوم لدخول المساعدات مشيرا إلى أن هناك عراقيل من جانب إسرائيل في دخول المساعدات أقول لكم ربنا ما يدينا مثال حي لناس مش عارفين ندخل لها أكل الأكل الأساسيات شوية قمح أو شوية دقيق وشوية زيت عشان يعملوا لقم تعيش شكلوها بقنا أربعة شهور بالمناسبة غزة كنا بندخل لها قبل كده مش يعني كان حجم النقلات اللي بتخشي لها كل يوم ستمائة شاحنة ستمائة يوميا إحنا ما وصلناش في أعلى تقدير يمكن من يومين ثلاثة أكتر من 200-200 وعشرين شاحنة طيب الناس دي عايشة إزاي الناس دي عايشة إزاي بالمناسبة أنا أقولي الكلام ده ليه لأنه تقال كلام كتير على أن مصر هي السبب لا لا أنا أقول لكم كلمة صعبة قوي أنا هروح من ربنا فين لو أنا السبب لو أنا السبب في أن أنا ما أدخلش لقمة عيش لأقدر أدخلها لغزة أروح من ربنا فين لا والله مصر أعبر الرفح مفتوحة على مدار الأربعة وعشرين ساعة في السبعة أيام في التلاتين يوم إنما الإجراءات اللي بتتم من الجانب الآخر من إسرائيل عشان نقدر ندخل الحاجة دون أن يتعرض لها أحد هي اللي بتأدل كده وده شكل من أشكال الضغط على القطاع وسكانه عشان موضوع الصراع اللي بينهم على موضوع إطلاق الرهائل يعني هم بيستخدموا ده كوسيلة من وسائل الضغط على السكان هذه الحكاية طيب أنا بقولها دلوقتي عشان أسجل إن إحنا في مصر ليمكن ولازم تكونوا متأكدين من ده وإنتوا قاعدين في بيتكم ومن غير أنا ما أقول ولا يطلع بيان من هيئة الاستعلامات ولا من الخارجية ولا من الداخلية ولا مخابرات العامة إحنا ما نعملش كده إحنا ما بنعملش كده ترجمة نانسي قنقر 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 خلال الاحتفال بذكرى عيد الشرطة منح الرئيس عبدالفتاح السيسي وسام الجمهورية لأسماء مجموعة من شهداء الشرطة تعبيرا عن التقدير لتضحياتهم الغالية من أجل الوطن وتكريما لأسرهم كما منح الرئيس السيسي أن وطى الامتياز لعدد من ضباط الشرطة لتمييز أدائهم وتفانيهم في العمل كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد شهد الاحتفال بذكرى الثانية والسبعين لعيد الشرطة وقد وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي إكليلا من الظهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة قبل أن يتم عسف سلام الشهيد أكد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق أن رجال الشرطة حققوا بجانب رفقاء الضرب بالقوات المسلحة حققوا نجاحات مؤكدة في مواجهة الإرهاب وخلال الاحتفال بعيد الشرطة بأكاديمية الشرطة أشهد وزير الداخلية بنجاح الضربات الأمنية المكثفة في تقويض عمليات تهريب المهاجرين وضبط القائمين عليها لافتا إلى استحداث مركز العمليات الأمنية بأحدث التقنيات التكنولوجية لإدارة ومتابعة المهام الأمنية الميدانية وتحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي يقدم رجال الشرطة تضحيات بالأرواح والممتلكات بهدف حماية أمن واستقرار الوطن كانت ومازالت أرض الفيروز سيناء شاهدة على تضحيات رجال الشرطة الباسلة تضحيات مستمرة يقدمها رجال الشرطة في الأرواح والممتلكات بهدف حماية وأمن واستقرار الوطن فالبطولات التي يقدمها رجال الشرطة كثيرة حيث قدمت الشرطة مئات الشهداء في كافة ربوع الجمهورية وخاض أبطالها معرقة وجود أثبتوا فيها أن ولأهم الأول والأخير لهذا الوطن وبالتأكيد لا أحد ينسى الدور البطولي الذي قام به الرائد مصطفى عبيد ضابط المفرقعات عندما ضحى بنفسه وحياته من أجل إنقاذ حياة الآلاف في عزبة الهجانة بالقاهرة حيث صارع بتفكيك قنبلة زرعها أحد الإرهابيين أعلى عقار ليقدم نفسه شهيدا ضمن صفوف الشهداء أيضا البطل ساطع النعماني الذي ضحى بعينيه وتصدى للإخوان بقوة مؤكدا أنه فقد بصره في سبيل الوطن ومستعدا لأن يفقد حياته كلها ليقف الرجل بصمود يؤدي واجبه المقدس حتى رحل شهيدا في سبيل الله أرض الفيروز سيناء كانت ولا زالت شاهدة على تضحيات وبطولات الشرطة فعلى أرضها سقط العديد من الشهداء وهم يدهمون أوقارا إرهابية أو يدافعون عن مباني ومؤسسات الدولة وقفوا رجالا صامدين لا يهابون الموت وما زال زملائهم مرابطين صامدين يثأرون لدماء الشهداء ويقدمون قصصا جديدة في التضحية والفداء أيضا ملحمة الواحات سجلت بأحرف من نور أسماء أبطال خاضوا ملحمة ضد العناصر الإرهابية في الصحراء ومنعوا تحركهم نحو القاهرة فاستشهد منهم من استشهد وأصيب من أصيب ملاحم وبطولة كثيرة في كل ربوع الوطن وأزقته تروي قصة بطولة أو شهيد جديد لأبطال من رجال الشرطة الذين لا يتوانون في الدفاع عن الوطن الدولة من جانبها دائما ما تحرس على تكريم رجال الشرطة المتميزين والمصابين فضلا عن تكريم أسر الشهداء تقديرا للجهود المتواصلة والمتفانية التي يبذلها رجال الشرطة على مستوى الجمهورية كما تحرس الدولة على تدريب رجال الشرطة بأحدث النظم وتسليحهم بأحدث الأسلحة وقد اتضح ذلك جليا في القضاء على الإرهاب بالتعاون مع القوات المسلحة وأيضا انخفاض معدل الجريمة افتتح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي معرض القاهرة الدولية للكتاب في دورته الخامسة والخمسين بمركز مصر للمعارضة الدولية تحت الشعار نصنع المعرفة نصن الكلمة وعقب الافتتاح أكد مدبولي أن هذا الحدث أحد أهم الجسور التي تربط الثقافة المصرية بغيرها من الروافد العربية والعالمية كما يمثل امتدادا للدور والتأثير التنويري الذي دائما ما تسهم به مصر في مختلف العلوم والمعارفة ولذا تحرس الدولة على رعاية المعارض وعلى توفير كل السبل التي تضمن تنظيم الجيد له لأداء رسالته في ترسيخ ريادة نصر الثقافية كما تفقد رئيس مجلس الوزراء جانبا كبيرا من قاعة المعارض وزار عددا من دور نشر المختلفة للتعرف على محتوياتها والفاعليات التي تقدمها واستمع إلى أراء وتجارب العارضين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة وللمزيد حول معرض القاهرة الدولي للكتاب ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس مباشرة من مقر المعرض كريم أرحب بك واطلعنا على أبرز تفاصيل افتتاح رئيس مجلس الوزراء لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين بالفعل هي النسخة الخامسة والخمسين للمعرض الدولي للكتاب حيث افتتحها اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء هذا المعرض الذي يستمر حتى السادس من فبراير ويبدأ من العاشرة صباحا وحتى التاسع مساء يوميا بالطبع الخميس والجمعة والسبت أيضا يعمل المعرض لاستقبال القراء والمثقفين ومحبي الكتب على مدار اليوم أيضا يوجد وسائل مواصلات خاصة للمعرض ستكون من المواقف المختلفة في التحرير على سبيل المثال وغيرها من المواقف لإيصال القراء والمثقفين ومحبي دخول المعرض إلى المكان هنا في أرض المعرض في التجمع الخامس نتحدث عن بالطبع هذه النسخة الخامسة والخمسين ويحل تحل دولة النرويج أو مملكة النرويج ضيفة شرف هذه النسخة سوف تتسلم بالطبع هذه الدولة من الأردن هذه كانت ضيفة شرف العام الماضي نتحدث أيضا عن وجود سبعين دولة تشارك في هذه النسخة بالإضافة لأكثر من 1200 ناشر ودار نشر يشاركون من الدول العربية والأجنبية بالإضافة أيضا لأجنحة خاصة لذوي القدرات الخاصة أجنحة خاصة للوزرات المختلفة وزارة شباب والرياضة أيضا وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وعدد كبير من الوزرات يشاركون بأجنحة خاصة لهم داخل هذا المعرض نتحدث أيضا عن أن هذه النسخة مختلفة لأنها تخص بالهوية المصرية هذه النسخة تتحدث عن الهوية المصرية والحفاظ على الهوية المصرية ذلك سيكون هذه السمة الخاصة بالمعرض ومعظم الكتب والأجنحة المختلفة أيضا شخصية هذا العام هو الدكتور سليم حسن وهو بالطبع عالم أثري كبير وهو أول من طالب بعودة الآثار المهربة وبالفعل عمل على هذه التحركات المختلفة لعودة الآثار المصرية وهم يرتبط ارتباط مباشر بفكة القراءة والمعرفة الأكثر حول الآثار المصرية وحول التاريخ المصري الكبير بالطبع هو شخصية تاريخية ولكن ترتبط ارتباط مباشر بالثقافة المصرية بالإضافة أيضا للكتب المتنوعة داخل القاعات المختلفة وهم أربع قاعات هناك أيضا فعاليات مختلفة ستقام داخل معرض الكتاب فعاليات فنية وفعاليات ثقافية بالطبع تهتم بالأطفال والكبار والرجال وأيضا الأسر بشكل عام ستكون كل فئة داخل المجتمع سواء المصريين أو غير المصريين أيضا سيبتح الأبواب الغير المصريين ستكون لها فعالية خاصة ودور خاص داخل هذا المعرض نعم كريم كيف يمكن للزائر التعرف على أبرز الأنشطة الموجودة على مدار اليوم في المعرض وأيضا معرفة ربما المزيد من المعلومات حول القاعات المختلفة هناك عدد من الطرق الهيئة العامة للكتاب أعلنت عن أنه سيكون هناك ندوة يومية على مدار الأيام القادمة لمعرض الكتاب ندوات فقافية وندوات تاريخية وندوات معرفية بشكل عام يستطيع كل من يريد أن يأتي إلى المعرض إما أن يخش على الصفحة الرسمية الخاصة به على وسائل التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك وسيشاهد يوميا وسيعرف يوميا النشاطات المختلفة والندوات المختلفة بإضافة أيضا لفور وصوله للمعرض هناك متطوعين من وزارة الشباب والرياضة متوجدين بالفعل ووزارة الثقافة أيضا ليساعدوا ويشاركوا القراء والمثقفين ويتم توجيههم إلى الأماكن الذين يتراء لهم أو مناسبة لهم إما الاختيار الكتب المناسب هناك قاعات خاصة بالكتب الدينية هناك قاعات خاصة بكتب الأطفال هناك قاعات خاصة بكتب التاريخية هناك أجنحة خاصة بأشياء المعرفية لذلك سيكون هناك من يوجه هؤلاء القراء والمثقفين إلى الأجنحة الخاصة بهم هذه النقطة الأخرى أيضا وسائل التواصل الاجتماعي والنقطة الثالثة أيضا هي فكرة يعني هناك من هو دائم التوفد على معرض الكتاب فهناك أماكن ما زالت ثابتة ولا تتغير في أماكن القاعة الخاصة به أشكرك شكرا جزيلا كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصري كنت معنا مباشرة من مقر المعرض قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط بريت ماكوغورك وصل القاهرة لإجراء مناقشات جدية للتوصل لهدنة إنسانية في غزة وبحث إطلاق سراح المحتجزين وأضاف كيربي أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستدعم بالتأكيد هدنة إنسانية أطول وأشار إلى أن ماكوغورك سيناقش أيضا خلال جولته بعدد من دول المنطقة تقييما للعمليات العسكرية الإسرائيلية وجهود حماية المدنيين الفلسطينيين وأوضح كيربي أن البيت الأبيض لا يريد تقليص أراضي غزة بأي فتل من الأشكال نفت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية إيلانا أشتاين في تصريحات نقلتها وكالة رويترز احتمال التوصل إلى اتفاق جديد مع حركة حماس يتم بموجب وقف القتال مقابل إطلاق صراح محتجزين مؤكدة أن إسرائيل لن تتخلى عن تدمير حماس وإعادة جميع المحتجزين كانت مصادر رسمية قد أعلنت في وقت سابق أن إسرائيل وحماس وافقت بنسبة كبيرة من حيث المبدأ على إمكانية إجراء تبادل للمحتجزين الإسرائيلين بالسجناء فلسطينيين خلال هدنة تستمر لمدة شهر واحد شهدت مدينة تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى خروج مظاهرات لإهالي المحتجزين في قطاع غزة للمطالبة بإبرام صفقة للإفراغ عن المحتجزين وطلب المتظاهرون الحكومة الإسرائيلية بالتفاوض بشأن العودة الفورية للمحتجزين في غزة قبل أي جهود عسكرية أخرى كما قام عدد من المتظاهرين بمنع حركة المرور وسط تل أبيب وسط محاولات أمنية لتفرقة المظاهرات وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها أعرب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائر لبيد عن صدمته قائلا إن إسرائيل لم تكن حزينة مثل اليوم وأنه لا يدري كيف وصل بها الحال إلى هذا الوضع أوضح لبيد أنه في كل يوم يقتل فيه المزيد من الجنود الإسرائيليين وأن الأمل في عودة المحتجزين يتضاءل بشكل كبير كما أضاف زعيم المعارضة الإسرائيلية أنه كان ينبغي إطلاق صراح الأسر أولا ثم احتواء حركة حماس ثانيا متسائلا كيف تحولت إسرائيل من دولة عظمى إلى دولة يخترك وتخترك حدودها سيارات الدفع الرباعي ذكرت صحيفة يدعوت أحرانوت أن مؤتمرا حاشدا سينظم في القدس المحتلة الأحد القادم لتشجيع الاستيطان في قطاع غزة يشارك فيه نحو عشرين وزيرا إسرائيليا بعضهم من حزب الليكود الحاكم وأوضحت الصحيفة أن المؤتمر الذي ينظم ائتلاف منظمات الاستيطان سيشارك فيه آلاف الإسرائيليين من التيار الديني والقومي المتطرف من بينهم وزراء وأعضاء في الكنسة الإسرائيلية وسيناقشوا مرحلة ما بعد الحرب في غزة رجح مسؤولون في جنوب أفريقيا أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارا بشأن اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الحرب في قطاع غزة يوم الجمع المقبل وقال متحدث باسم وزارة العدل في جنوب أفريقيا قال إن محكمة العدل الدولية لم تبلغهم رسميا بموعد صدور الحكم كانت جنوب أفريقيا قد طلبت من محكمة العدل الدولية أن تصدر أمرا بوقف عاجل للحرب التي تشنه إسرائيل على قطاع غزة متهمة إياها بارتكاب إبادة جماعية نكتب ونحن بخزة متهمة جدا أن هذه الفيخة في حرف كثيرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تواقمها داخل مبنى الجمعية ومستشفى الامل وتفرض حظر التجوال في محيطهما واكدت مصادر طبية ان الاحتلال عزل مجمع نصر الطبي في خان يونس الذي هو بحاجة ماسة الى الامدادات الطبية والغذائية والوقود لانه يأوي مئة الاصابات والمرضى وحالات الولادة التي تواجه مضاعفات خطيرة بسبب الحصار اعلن مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزال اونر وتوماس وايت تعرض مركز تابع للوكالة الاموية يأوي عشرة الالاف من النزاحين لقصف عنيف اصفر عن استشهاد تسعة فلسطينيين واصابة خمسة وسبعين اخرين كما اضح وايت ان الجيش الاسرائيلي يمنع الوصول الامن من والى المركز منذ يومين مع فرض حصار على النازحين داخل المركز يأتي ذلك فيما يتواصل القصف الاسرائيلي العنيف على مناطق في قطاع غزة فيما تدوي الانفجارات في مدينة خان يونس استشهد شاب فلسطيني عقب اطلاق الجيش الاحتلال الاسرائيلي نار عليه قرب حاجز عناب العسكري شرق محافظة القرم الواقعة شمال الضفة الغربية وافادت وزارة الصحة الفلسطينية ان قوات الاحتلال الاسرائيلي منعت مركبة الاسعاف من الوصول الى الشاب واغلقت الحاجزة في كلا الاتجاهين امام حركة المرور وفي سياق متصل اصيب شاب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدات يعبد جنوب غرب الجنين شمال الضفة كما اصيب شابان فلسطينيان برصاص الاحتلال في محافظة ناملس الواقعة شمال الضفة محافظة ناملس الواقعة شمال الضفة محافظ شمال سيناء محمد عبدالفضيل شوشة وزيرة الدفاع هولندا كاجسا اولنجرن والوفد المرافق لها في مطار العريش الدولي واستعرض محافظة شمال سيناء جهود مصر في استقبال المساعدات الإغاثية والإنسانية والغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية وإيصالها الى قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح البري كما أشار الى ان المساعدات تصل الى محافظة شمال سيناء عبر ثلاث مسارات برا وبحرا وجوا مقدمة من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية من جانبها أعربت توزيرة الدفاع عن تقديرها لدور مصر الريادي في صون الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط والعمل على احتواء الموقف في قطاع غزة بالتعاون مع جميع الأطراف مؤكدة حرص بلادها على تعزيز العلاقات المشتركة مع الجانب المصري يواصل معبر رفح البري فتح أبوابه أمام دخول المساعدات إلى أهالي قطاع غزة وخروج المصابين ورعاية الدول كان المعبر قد شهد خلال الساعات الماضية دخول ستين شاحنة مساعدات وأربع شاحنات وكود ويجرى إدخال المساعدات بالتنصيق ما بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا موسيقى 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 أخبار سادسة تتواصل مع حضرتكم من على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها موسيقى هيئة بحرية بريطانية تعلن عن انفجار وقع قرب سفينة قبالة السواحل الجنوبية اليمنية موسيقى موسيقى أفادت وكالة رويترز للأنباء أن قوات الحوثي أصدرت أوامر للموظفين الأمريكيين والبريطانيين العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية التي تتخذ من صنعاء مقرا لها بمغادرة البلاد خلال شهر على جانب آخر أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ ضربتين أخرين في اليمن وتدمير صاروخين مضادين للسفن أطلقتهما قوات الحوثي وكان موجهين نحو البحر الأحمر وتعد الضربتان الأمريكيتان هما الأحدث ضد قوات الحوثي بسبب استهدافهما لحركة الشحن في البحر الأحمر بحسب تصريحات المسؤولين الأمريكيين أعلنت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية بأنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد 45 ميلا بحريا جنوب مدينة عدن اليمنية أضافت الهيئة أن السلطات تحقق الآن في الحادث ولم تذكر مزيدا من التفاصيل بدأت وزيرة الخارجية الألمانية أن لينا بيربوك زيارة إلى شرق أفريقيا لبحث الأزمة في السودان ومن المقرر أن تشمل زيارة بيربوك جنوب السودان وكينيا وجيبوتي لمناقشة سبول حماية صفون الشحن في البحر الأحمر من هجمات قوات الحوثي في اليمن ننتقل معكم الآن لمتابعة آخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشطة أخبار المال والأعمال في نشط السادس سيستعرضها لنا رجاء إيرانس شكرا لصفة شكرا ليلة مشاهدين أخبار المال والأعمال نتابعها وأياكم في هذه الجولة الاقتصادية أعلن المكتب الإعلامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الموانئ التابعة للهيئة قد شهدت نشاطا لافتا خلال العام 2023 من خلال استقبال 3414 سفينة متنوعة بإجمالي حمولات بلغ نحو 78 مليون طن واستقبلت موانئ العريش وشرق وغرب بور سعيد بالمنطقة الشمالية والمطل على البحر المتوسط إجمالي 2973 سفينة بطاقة بلغت 51.1 مليون طن طاقة محققة واستقبلت كل من موانئ السخنة والأدبية والطور بالمنطقة الجنوبية على البحر الأحمر 1017 سفينة بإجمالي حمولات وصلت إلى 26.9 مليون طن وذلك خلال العام نفذ برنامج مشروعك أكثر من 210 ألاف مشروع بإجمالي استثمارات بلغت 27.8 مليون جنيه منذ انطلاقه ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح أسيسي بالاستفادة من الدور المتعاظم الذي تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم التنمية الاقتصادية وأيضا مكافحة البطالة يوفر برنامج مشروعك برامج تمويلية ميسرة تتيح قروضا للشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة وذلك في كافة المجالات الانتاجية التي تساهم في سد احتاجات السوق المحلي وتوفير فرص عمل حقيقية تساعد في زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الانتاج وتحقيق التنمية المستدامة تتواصل فعاليات الاجتماع العشر لمجلس المشاركة ما بين مصر والاتحاد الأوروبي ببروكسل ذلك على همش هذه الفعاليات التقت وزيرة التعاون الدولي راني المشاط مع المفاوض الأوروبي لسياسات الجوار والتوسع أوليفر فريلي خلال اللقاء أكدت وزيرة التعاون الدولي على أهمية وعمق العلاقات الاستراتيجية المصرية الأوروبية الممتدة على مدار عقود وأيضا حرص الدولة المصرية على تطوير تلك العلاقات نحو أفاق أرحب بما يلبي أولويات التنمية ويعزز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية ويعزز العمل المناخي وفقا لأولويات الدولة أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باثل رحمي أكد استمرار الجهاز في تقديم الدعم التسويقي المتكامل وذلك للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة من خلال العمل على مشاركة أصحاب المشروعات وعملائه في كبرى المعارض المحلية والدولية لذلك لمناسبة مشاركة الجهاز في معرض بغداد الدولي والتي تأتي استمرارا لخطط عمل الجهاز بالتوسع في التعاون المثمر مع الدول العربية وتعظيم الاستفادة من العلاقات الاقتصادية والتجارية مع هذه الدول نظرا لكونها سوقا واعدا أمام الصادرات المصرية وإلى البرصة المصرية التي أنهت تعاملات آخر جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات بدفوعة بعملية شراء من المتعملين العرب فيما مال التعاملات المصريين وأيضا الأجانب وسط تداولات بلغت أربعة مليارات وتسعمائة وتسعين مليون جنيين خسر رأس المال السوقي نحو ثماني مليارات جنيه ليغلق عند مستوى تيرليون وتسعمائة واحد وسبعين مليون جنيه ارتفع مؤشر اي جي اكس ثيرتي بنسبة بلغت فاصل تسعة وعشرين في المئة مغلقا عند مستوى سبعة وعشرين الف ستمائة ستن وستين نقطة فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس ثيرتي بنسبة بلغت واحد فاصل ثلاثة وثلاثين في المئة مغلقا عند مستوى ستة ألاف خمسمائة وأربع وثمانين نقطة فيما صعد مؤشر اي جي اكس وان هندرد متساوي الأوزان بنسبة بلغت واحد فاصل أحد عشر في المئة اللي يغلق عند مستوى تسعة ألاف ثلاثمائة وتسعة عشرة نقطة أظهر استطلاع لتراجع أنشطة الشركات في منطقة اليورو هذا الشهر وأن تحسن في توقعات قطاع الصناعات التحولية قابلة انخفاض قابله انخفاض حد في قطاع الخدمات المهيمن على المنطقة ارتفع ايضا مؤشر مدير المشتريات الصادر عن ساندردان بورز بلوبل إلى سبعة واربعين فاصل تسعة نقطة هذا الشهر من سبعة واربعين فاصل ستة في ديسمبر توقع على استطلاع أيضا أن يبلغ المؤشر المستوى ثمانين واربعين نقطة لقي أنه ظل أقل من مستوى خمسين نقطة وهو الفاصل ما بين اللمو والانكماش وذلك للشهر الثامن شهدت محافظة بنسوي في افتتاح معرض السلع بمدينة إهناسيا ضمن سلسلة معارض أهلا رمضان استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم وذلك للتصدي لغلاء الأسعار وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية للمواطنين وبأسعار مخفضة ويضم المعرض المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والأرز والزيوت ومستلزمات الشهر الفضيل من اليميش وغيرها حيث يضم احتياجات الأسرة من السلع التموينية والاستراتيجية والتي تقل أسعارها عن مثيلتها في الأسواق نحن مزمع إن شاء الله إقامة سبع معارض في سبع مراكز لمحافظة من السويف بالإضافة إلى العربيات المتنقلة القرى اللي ما فيهاش معارض هيكون فيها عربيات متنقلة خاصة بشباب الخارجين وخاصة بالقوات المسلحة وخاصة بالشركة المصرية العربيات دي هتكون فيها كل السلع المحتاجة المواطن اللي هي أصل موجودة في المعرض هتتنقله لغاية عنده في القرية لغاية قدام بيته أنا جيت النهار دا لقيت الأسعار فعلا مخفضة وليت كل حاجة موجودة وكل حاجة متاحة السكر موجود ورز موجود وأسعار مخفضة وفيه كل السلع وبنشكر السيد رئيس الجمهورية وبنشكر كل الكيادات على مستوى محافظة بنسواف ومركز ومدينة إهناسي والأسعار هنا كويسة جدا والأسعار متوفرة وكل حاجة هنا جميلة وكل السلع متوفرة أنا جيت معارض أهل الرمضان ولقيت كل السلع متوفرة حتى من ضمنهم السكر والزيت وكل ده أسعار مخفض بهذا مشاهدين الكرام نكونوا قد وصلنا معكم إلى نهاية أخبار السادسة ولم يتبقى سوى التذكير بأبرز وأهم العنوان خلال الاحتفال بذكر عيد الشرطة الرئيس سيسي يشيد بتضحيات رجال الشرطة والقوات المسلحة في مواجهة الإرهاب رئيس مجلس الوزراء يفتتح فعاليات الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب مع تواصل الحصار على خان يونس استشهاد العشرات في استهداف الاحتلال مركزاً يأوي عشرة الألاف من النازحين بختام العنوين نصل معكم لختام نشرة السادسة قدمناها لكم من على شاشة التلفزيون المصري شكراً لطيب المتابعة ودمتم في أمان الله إلى اللقاء